البداية لاحظت العزوف لدى المراهقين من أنهم يتشخصون عند الأخصائيين النفسيين وأثبتت هذا الشيء بـ Community Based Surveys وحصلت على نتيجة أن 70% من المراهقين يودون أنهم يحصلون على تشخيص ولكن فقط 5% منهم ذهبوا وحصلوا على التشخيص وهذه نسبة قليلة جداً من النتائج التي ظهرت لي أنه في كثير من المراهقين ما عندهم وعي بصحتهم النفسية حالياً هل لديهم اضطراب القلق العام أو لا من هنا بحثت لعدة شهور عشان أحصل فكرة مناسبة تكون اقتصادياً مناسبة مناسبة لمجتمعنا تحافظ على خصوصية المراهق وتحميه فإيش أفضل من أن أجيب شيء هم يحبونه وأخليه إلى شيء يعني يساعدهم في نفس الوقت فمن هنا بدأت ابتكرت ابتكاري اللي هو تشخيص المراهقين بالاضطراب القلق العام عن طريق اللعب هذه الخاصية اللي أنا ابتكرتها هي خاصية تضاف للألعاب والخاصية تعرض خيارات وقرارات لللاعب ليختار منها وبعد ما يتم إكمال المرحلة الأولى من اللعبة يظهر لدينا التشخيص اللي يتم تجميع بياناته من الخيارات والقرارات اللي اختارها اللاعب وهو يلعب دائماً يقولون أننا أو المراهقين أو شباب اليوم هم قادة المستقبل لما أطالح حواليني وأشوف قد إيش هم ماسكتهم الأمراض النفسية ماسكتهم نظرة المجتمع للشخص اللي يقول أنا عندي اضطراب أو عندي قلق أو عندي اكتئاب وكيف أنهم بعضهم مظلومين تحت مظلة المراهق فمتوقع منهم أنهم يكونون متوترين وما يقدرون يقررون وعندهم مشاكل في الهضم مشاكل في صحتهم الجسدية بشكل مستمر هذه الأشياء دائماً تضيع في تفاصيل أنه مراهق فهذا شيء طبيعي أنه قاعد يصير له وهذا شيء غير صحيح اضطراب القلق العام يصيب الأطفال والمراهقين وكبار السن فمن هنا بدأت أفكر أن لا طب هما انظلموا تحت هذا الشيء انظلموا تحت كلمة أنه مراهق فمن المعتاد أنه يكون يظهر بهذه الصورة أو من المتوقع وبدأ يعني أشوف معاناة اللي حوالي وأشخاص أنا يعني من قراءتي في المجال قدرت أعرف أنه عندهم مشكلة ما كنت أعرف أشخصها بالضبط بس بعدها ظهرت أنه كثير منهم عندهم اضطراب القلق العام لما أسأل مراهق مصاب اضطراب القلق العام عن صحة النفسية عن لش ما يروح الأجوبة تكون كالعادة الأم والأب مثلا يكونون غير متفهمين للموضوع أو يعني ما يشوفون أنه هو مرض هو فقط حالة يمرون فيها أو يكون خوفهم من المجتمع أن يحكم عليهم بصورة محددة ونمطية أنهم ما يصلحون لأشياء معينة فقط لإصابتهم بهذا الاضطراب ومن ضمنها التكلفة تكلفة التشخيص تكون مرتفعة وبعضهم يعني ما يشوف أنه يستحق أنه يدفع هذا المبلغ عشان فقط يحصل على التشخيص وهو من أبسط حقوقه فمن هنا بديت أشوف إيش ممكن حل يجمع هذه الصفات كلها وبنفس الوقت يشجعهم أنهم يتشخصون يعني يقلل القيمة العالية عليهم يحميهم من نظرة المجتمع اللي أحيانا ممكن تكون قاسية ويحافظ على خصوصيتهم في المعلومات اللي تأخذ منهم في التشخيص فمن هنا استلهمت الفكرة بداية والديني الله يحفظهم يا رب ويحفظ والدي الجميع ويرحم الأموات منهم كانوا هم أكبر داعم لي وكانوا يرون في فكرتي أنها رح يعني توصل إلى مكان حتى أنا أبعد من اللي أنا تصورته فأكيد هم كانوا الداعمين اللي في الصف الأول أيضا يجي بعدهم مؤسسة موهبة في البرامج اللي قدمتها يعني البرنامج البحثي الإثرائي في الصيف كان من أكبر الخطوات اللي خلتني أبدأ وأشتغل على الموضوع وأطور الفكرة يعني هم كانوا من الأشخاص اللي حفزوني أني أكمل حتى في أصعب الأوقات ومع هذه الأزمة كانوا داعمين لي ويحاولون يوفرون المصادر والموارد قد ما يقدرون عشان بس نكمل الفكرة ونوصل هذا الحل للمجتمع شكرا